السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا نتابع معكم اليوم في المحاضرة الثانية من دورة أساسيات المصرفية الإسلامية مع الدكتور أحمد سلامة فضل الدكتور شكرا أستاذ عبد الباصل السلام عليكم يا شباب إحنا أمس تكلمنا شوية عن فكرة البنوك وإيش الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي وتكلمنا شوية عن أنواع حاجة في العقود وفقه العقود تكلمنا عن الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي وأنا اليوم أرسلت بعض المراجع اللي فيها معلومات إن شاء الله تستفيدوا منها المهم قراءتها عن البنوك والمصارف والأشياء دي كلها وتباعا أنا لو في أي مرجع تستفيدوا منه أنا ببعث لكم إن شاء الله طيب اليوم إحنا هنتكلم بعد ما تكلمنا أمس عن موضوع المرابحة وقلنا المرابحة دي إزا ما عرفتوا حضراتكم إنه اسلوب بيتم من خلاله التمويل وهي تعتبر صيغة من صيغة تمويل وعلى أساسه إن إحنا بنقول دي تقريبا الصيغة الغالبية البنوك للأسف للأسف بتشتغل بيها واحد يسألني دكتور هل فيه صيغة تانية أو أساليب تانية للتمويل أو منتج مصرفي تاني ممكن تستخدموا البنوك نعم كتير كتير جدا جدا والنهاردة أنا هنشوف صيغة أو منتج جديد وإن كان أنا بأتكلمكم فيه من وجهة نظر عملية وعلمية وكانت رسالة الماجستير بتاعتي في هذا الموضوع بالمناسبة ده اللي هو التورق منين جي موضوع التورق أو الفكرة جات من وين جات من حتة إنه بيع المرابحة زي ما حضرتكم شفته والبعض الإخوان من أمس سألوني في موضوع المرابحة إنه يشتري سيارة وبعدين يرجع يريح عشان ياخد كاش كانت هي دي سبب الفكرة إنه بدل ما الناس تروح تشتري سيارة أو سلعة وهم أصلا مش محتاجين السلعة لذاتها هم محتاجين زي ما بنقول إحنا إيه كاش تجين نقد فكان يعمل إيه ياخد السيارة من هنا وبعدين يرجع يعرضها للبيع مرة أخرى عشان يتحصل على أموال وكأن هذا الإسلوب يا جماعة فيه تحايل لإنهنا عندنا قاعدة فقية بتقول الأعمال بالنيات فما تجيش تقول والله أنا أبغى الحلال وعايز أعمل مربحة وإنت تقصد تاخد فلوس إتس أوكي هذا شيء ممكن يتم ويجاز شرعا بس له آلية من هنا جات فكرة التورق بيع التورق وأنا بالمناسبة لما كنت ناقش هذا الموضوع في رسالة الماجستير كان في بعض الناس بتخلط ما بين التوريق والتورق التوريق ده حاجة يا جماعة والتورق شيء آخر ودي جاءت في سورة الكهف فبعثوا أحدكم بورقكم هذا الورق الورق اللي هو المقصود به العملة النقد الفضة أيامها كان فالمهم فالتورق حاجة والتوريق شيء التوريق هو معروف في عالم الأعمال والمال أنه أنا كشركة بيكون عندي شيكات أو كمبيلات غير محصلة مديونية على الناس بمليون مثلا أو عشرة مليون فبروح لأحد البنوك وأقول له اشتري مني المحفظة دي فيها عشرة مليون طبعا العشرة مليون دولار محطوطين على آياني يعني فيه لبعد شهر وبعد ست شهور وبعد سنة إلى آخره فمن هذا المنطلق ده التوريق فبيأخذها البنك المحفظة دي بتاعة الأوراق ويعيد خصمها طبعا هذا الكلام ملوش علاقة بالعمل الإسلامي بس أنا بوضح لكم الفرق بين كلمة التوريق وكلمة التورق فالتوريق هذا هو بيع الديون اللي عند الشركة عشان تتحصل على نقط فبتبيع الدين دوت والبنك يعطيها مقابل بس مبلغ أقل يعني يعني العشرة مليون ممكن ياخد المبلغ بتسعة مليون اللي هي الشركات هو يحصلها بنفسه وخلاص كأن الشركة باعت المحفظة بتاعتها ده اسمه التوريق لكن التورق اللي هو موضوعنا النهاردة ده فكرته أنا قلت جات عشان إشكالية المرابحات زي ما أنتم عارفين وإنه الناس مش بتروح تاخد السيارة أو الآلة أو السلعة لذاتها ولكن هي الفكرة تحايل على إنه ياخد كاش عشان يقول إنه هو كده حلال طيب إيه التورق بقى التورق خليني أوضح لكم شريحة هنا كده بداية ده تعريف وأنا لما بقول تيسيري الأهلي لأنه كان في الوقت دوت في المملكة العربية السعودية يمكن كان البنك الأهلي هو أول بنك تقريباً في المملكة وتقريباً على مستوى الدول العربية والإسلامية يمكن بنك دبي بنك دبي الإسلامي هو كان تقريباً بيطبق الفكرة دي ووقفوها فترة لكن عموماً دي أداة مالية إسلامية تم ابتكارها هو ده اللي كنت بتكلم فيه مبارح يا شباب كنت بتكلم في إنه يجب على البنوك الإسلامية وعلماء اللي بيشتغلوا في هذا المجال إنه يبتكروا منتجات تلبي رغبات العملة لأن إحنا لقينا إن العملة محتاجين نقد هو مش عايز السلعة عايز السلعة روح للمربحة عايز نقد يبقى هنا نستخدم أسلوب التورق كبديل شرعي للقروض النقدية التقليدية جزاهم الله خير طبعاً أصحاب هذه الفكرة فالقالية بتاعتها بتشتغل إزاي يا جماعة القالية بتاعت المنتج ده زمنا موضح كده أول حاجة بتجي الإدارة تروح تتعاقد على سلعة خليني أكبر الشريحة الشوية بحس بقى الواضحة لحضراتكم عظيم هنا عندنا في جزئيتين في الموضوع أول حاجة البنك اللي هو الان سي بي ده ناشنال كوميرشال بانك عنده الإدارة فالإدارة بتروح تتعاقد على سلعة تشتريها وطبعاً هنا كانوا بيتعاملوا مع أسواق دولية السلعة دي زي إيه يا جماعة لإن إحنا عشنا التجربة دي وطبقناها ودربنا عليها وكنا نتابع في الفروع الشغلانة بتمشي إزاي أول حاجة البنك يروح يتملك السلعة يشتريها اللي هو فوق على الشمال السلعة دي لما يشتريها عن طريق الإدارة الإسلامية أو إدارة الخزينة هنا مشتركين فلما بيشتروا السلعة زي البلاتينيوم أي معدن غالي شوية ممكن بعد كده استخدمنا نشتري أطنان من الحديد أصنان من الأسمنت أي منتج من المنتجات اللي موجودة دي اللي هي السلعة الاستراتيجية طيب لما البنك يشتريها إيش يصير أصبح عنده يا جماعة مخزون يمتلك البنك من هذه السلعة والمخزون ليس الفكرة في وجود مخزن أو عدم وجوده الفكرة فين الفكرة أنه البنك يتملكه ويستطيع أنه هو يكون في حياسته ولو العميل عايز المنتج نفسه ممكن نجيبهله لكن هنا يا جماعة علشان ما نعقدش الأمور فيه نقطة أرجو يكون الصوت واضح بس نعم نعم الصوت واضح دكتور نعم شكرا يا سيد رب الله فالفكرة هنا وهين يا جماعة الفكرة ما هو فيه ناس تجي تقولك إيه هو البنك فين السلعة أو فين يا سيد الفاضل أنت دلوقتي جاي تاخد من البنك كاش عايز منه كاش صح ولا عايز سلعة أنت عايز كاش سلعة روح عندك وسائل أخرى عندك المرابحة عندك الاستصناع عندك بيع السلام عندك الإيجار يعني فيه حاجات كتير بديل لكن إحنا هنا بنقول خلينا واضحين طب أنا ليش بشرح لكم الآلية وأقولك إن فيه سلعة علشان أعرفتك إن البنك نفسه ما أعطاش نقد بنقد ما هو نقد بنقد دي في حالة المثلية لا يعني ما ينفعش أديك ريال مقابل ريال لا هنا السلعة دخلة في النص هو أخذ فكرة المرابحة ولكن طورها بشكل أكتر بدل ما العميل كان في المرابحة ياخد السيارة أو يروح يشتري سلعة معينة ويرجع يبيحها وكان يخسر فيها هنا البنك رح ابتكر الوسيلة دي فأول حاجة البنك يشتري السلعة خلاص يمتلك سلعة يقوم يعمل إيه البنك يا جماعة عنده في الفروع في الفروع بتاعته أهي اللي على اليمين دي عنده زي شاشة إيه الشاشة دي جهاز اللي هو زي اللابتوب أو كمبيوتر بيخش يلاقي فيه عندي والله مئة ألف طن أسمنت دول ملكي مين دلوقتي ملك البنك طيب ييجي العميل فأي فرع يروح يقول لهم والله أنا عايز أخد تورق اللي هو الكاشة كنا احنا مسمينه اسم كده إيه مصرفي خاص بالبنك الآلي مسمينه تيسير الأهلي جاية من تيسير عالجل يسر على العمل فالمهم طيب العميل ده بيدرسه الوضع المالي بتاعه والله انت تستحق تمويل في حدود مئة ألف ريال طيب احنا عندنا الطن بألف خلينا نقول طن الأسمنت بألف يبقى حضرتك لما يحقلك مئة ألف ريال نقسم على سعر الطن يطلع كم طن أسمنت عشرة أو أو مية كويس مئة طن لأنه هو عايز تمويل بتاعه البنك حسبه له بناء على وضع المالي والدراسة اللي بيعملها البنك قال يستحق مئة ألف المئة ألف دي يقول لي ما يبدأ لهوش مئة ألف يا جمع بيدي له ايه بيعطي له ما يقابلها سلعة طب أنا عندي موجود على الشاشات بتاعة الفروع الموظف المختص بالموضوع ده في الفرع عنده الكمية اللي موجودة ده بيسحب منها وده يسحب منها وده يسحب منها حسب العمل لما بيطلبه خد بالك لو الكمية انتهت يا جماعة في البنك ما يقدرش يجي عميل يقول له أنا عايز تمويل ويقول له نبيع لك لا خلاص المخزون خلص أيوة الأستاذ علي فيه شيء فضل يا أستاذ علي مش عارف رافع ايده وفيه شيء ولا حاجة يسمعني الأستاذ علي ولا هو ده يسحب الغلط أوكي طيب رجاء يا جماعة اللي هو شايفه رافع ايده لو ما عندهش حاجة يعني يطف ينزل ايده يعني أوكي طيب إذن هنا يا جماعة الفكرة عايزكم تكون واضحة معاكم أنا رحت الفرع طلبت كمية حدده لي بمئة بمئة طن طيب هنا منصق التيسير بتاع الأهلي راح دخل على السيستم في البنك ونقص المخزون بكام بمئة ألف بمئة طن عفوا ده بينقص الرصيد اللي عندي من السلع طيب هنا فيه نقطة بقى عايز أقولكو عليه أهو يبقى أول حاجة اشترت الإدارة الإسلامية سلع من السوق عظيم بنبتد نبيع الكمية دي من تلك السلع على العمل بالتقصيد يبقى يبقى وفق الشرح اللي شفناه ما عليش هرجع تاني يبقى هو دلوقتي حسبوله كمية وتم تم بح حالي عملوله اتفاقية شراء آجل وده عادي في البنوك الإسلامية وشرعي بيع الآجل أخد سلعة وهيسددها على أقصار كأنه يا جماعة عشان قرب الفكرة كأنه نديتك مئة ألف وهتقصتها على مبلغ معين بس المئة ألف دي خدتها سلعة اللي هي الأسمنت أو الحديد أو غيره طيب أصبح دلوقتي في عقد شراء آجل ما بين العميل والمين والبنك طيب هل العميل عايز الأسمنت أخد إجابة هل العميل عايز الأسمنت لا عايز فلو عايز كاش الله ينور عليك في الحالة دي في لاقوا إنه في حاجة اسمها البيع الفضولي عقد من العقود اللي عندنا في الفقه المعاملات بيع فضولي يعني أنا ممكن كإني أنت وكلتني في أن أنا أبيع لك السلعة نيابة عنك فهنا البنك قال لك أنا بخبرتي وعندي إدارة متخصصة بقيت تعمل العمليات دي وده اللي كنت بقوله مبارح لازم على البنوك إن هي تعمل شركات تساعدها في استثمار الأموال وتسهيل على الناس إذن عمل توكيل هو المين للبنك ليه بقى التوكيل خلي بالكم يا جماعة ما ينفعش عقدين في عقد واحد ما ينفعش إن أنا أشتري من البنك وبيع في نفس العقد لا ده عقد بروحه وأعمل عقد تاني خاص بي البيع مستردا إلى عقد البيع الفضولي فهنا يقوم يوكل الإدارة بتاعت البنك إنه كنت بقولي الكمية اللي أنتو طلعتها اللي هي الميت طن أسمنت فأقدرت الخزينة زي ما أنتو شايفين كده بتقوم نيابة عن العملة بعملية البيع وهنا فيه اتفاقية اسمها اتفاقية بيع نقدي شفتوا إزاي يبقى البنك العميل يشترى منه وبعدين يرجع البنك يبيع له الكمية طيب واحد يسألني يقول لي ممكن البنك ممكن العميل ياخد السلعة وهو يروح يبيعها في السوق فضل ما عندكش ايه مشكلة بيدلوا ايصال يروح يصرف من المخازن كمية الاسمنت لانه انا قلتلك اصلا البنك يتملك السلعة وتملك السلعة ليس معناه ان يكون عندي مخزن باسم البنك انا ممكن اتعاقد مع شركة الاسمنت اسمنت ينبع او اي شركة من شركات الاسمنت اللي في المملكة اقولهم اعملولي حصة او نصيب وينتجوا مخصوص لي مثلا ميت ميت الف طن او ما شبان زالي ويخلوه في المخازن عندهم ما فيش اي مشكلة او اقجر مخزن وحط فيه السلعة ما فيهش مشكلة فهنا الفكرة يا جماعة جات ازاي بقى انه البنك بياخد بناء على طلب العميل اوتوماتيك هو عنده نفس البنك او الادارة عندها جهات لتقوم بشراء هذا الاسمن او هذه السلعة فعلى طول القيمة اللي البنك قالها للعميل ميت الف بتلاقي في حسابه على طول نزل تمانية وتسعين الف يعني تقريبا فرق الاسعار يمكن اقول الفين ريال تلات الاف ريال بالكتير يعني فقالوا ان ده افضل من انه العميل لما كان بياخدوا المربحة ويروح يدلل على السيارة ويقع في مشكلة واخدلك ويخسر ساعات في عملة بالخمس الاف والست الاف فاخترعوا او ابتكروا نقول هذا المنتج واللي هو اسمه التيسير او من الناحية الفقهية بنسميه بيع التورر فضل 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 الله مساكم دكتور اهلا بيك دكتور عفوا بس عملية الباق لما حصلت بين البنك وبين طالب التمويل تمام هو العميل اشترى البضاعة ايوه ولكن كيف حصل القبض لابد انه اقولك بقى هو هو بعد ما اشترى خلاص ده بقى عقد شرى يعني العميل يشترى اشترى سلع كويس نعم بيعمل في نفس الاجراءات وهو جالس خلاص ده العقد خلص بيطلعوله ورق تاني كنا بنعب به اسمها اتفاقية بيع نقدي فهو بناء على ايه البنك بقى هيبيع لان العملة مشكلة عميل يجي يقول له روح بقى شركة الاسمانت هات الاسمانت وجبهولي هنا وانا هشوف نبيع لا هم قالك نسهل على العملة والبنك بقدراته الادارية وقوته المالية يستطيع ان هو يعمل الاجراءات دي بسهولة ويسر وباتفاق مع شركات الاسمانت باتفاق مع شركات الحديد باتفاق مع شركات السيارات حتى لو فيه سيارات ايا كانت يعني او اي معدن يشتروه وكل المبادلات دي انتم عارفين وسائل التواصل وعن طريق الانترنت والحاجات دي كلها سهل جدا البنك يعملها فهو هنا بياخد بقى الكمية اللي عميل اشتراها دي وبناء على اتفاقية البيع على طول البنك بيتم بيع الكمية وبينزله الفلوس في الحساب هو اخد اساسا كام البضاعة اخدها بكام بمية الف نزله كان في الحساب بعد البيع 98 الف يعني كاننا نقول كده بالواضح هو طلب تمويل في حدود سلعة بمية الف نزله بعد ما بيعناها نزله مثلا 98 الف كل العميل خسروا كام الفين ريال طيب هيسددوا ازاي عفوا دكتور بس لحد الان ما ما حصل قبض يعني هو ما قبض السلعة والنبي عليه الصلاة السلام نهى عن بيع عمالهم يضمن يعني هي ما دخلت في ضمان المشتري اصلا هي داخلة في ضمان البنك ما عنا اشكالية فيها لانه البنك امتلك ودخلت في مخازنه سواء قبض قبض حقيقي او حكمي ما عنا مشكلة فيها ولكن المقصد انه العميل لما طلب هذه السلعة هي صح اشتراها يعني نحن عنا الشراء ما يعني القبض هو اشترا تمام انتقلة الملكية انتقال الملكية لا يلزم منه انتقال الضمان فلابد انه يقبض قبض حقيقي او قبض حكمي حتى يدر يتصرف بالبضاعة طلصت طيب اي نعم تفضل هو هنا دلوقتي العميل فعلا اشترا الكمية ما قلتلك البنك عنده بيطلع له زي مستند او سك بيقول له ادي البضاعة بتاعتك قيمة وكمية وفين مكانها وكل شيء وباسمك تبغى تروح تصرف وتاخدها تاخدها هل دلوقتي شركة الاسمنت تقدر العميل ده لما يروح لها اقول لنا الانالية مية طن اسمنت او مية طن حديد هتقول له لا ملكش بتاعته كويس بس العميل اصلا هو بالرضا غرضه الاساسي انه مش عايز يروح ياخد السلعة هو مخليها في المخازن تخيل العميل ما عندوش مكان اصلا هيروح ياخد كمية الحديد دي فين يعمل بها ايه فهو اشتراها اشتراها تملكها تملكها يستطيع التصرف فيها يستطيع التصرف فيها لغاية لغاية كويس يعني هي العملية اللي ممكن تختلط عند الناس يقولك ايه انا لازم اشيل السلعة على كتف وامش ازاي ده حديد اتشيله ازاي فهم ازاي ما انت ممكن تشتير كمية حديد وانت بتصنع بتبني فيلا او او عمارة على طول من شركة الحديد او الاسمن تبعتلك الكمية على طول على فين على مكان البناء او التشييد ويشتغلوا بيها وكل ده تعملوا باتصالات تلفونية وتقدر تحول الفلوس عن طريق وسائل الدفع يعني انا ممكن دلوقتي وانا جالس هنا اشتري من اي مكان وطلع زي ما انتم عارفين استطيع عن طريق وسائل التواصل احول الفلوس خلاص وجات لي انت دلوقتي مش تقدر تشتري ملابس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او اي سلعة وتجيلك بغاية البيت ماهو يا جماعة لازم احنا الراعي التطور في التكنولوجي والتطور في وسائل التواصل ومع انه ديت ما قلناش فيه اي حاجة من الحاجات دي ده هو كل الحكاية ان البنك بيقوله انا كثقة عندي السلعة يعني ماهو انت سيادتك انت عايز انت عايز سلعة تشتريها فعلا عايز حديد ولا عايز كاش هنا السؤال يا جماعة لازم احنا نكون واضحين فيه احنا كبنك وفرنا لك الالية الشرعية وما عليك فيها شيء ونحن متحملين المسئولية هذا هو المعنى يا جماعة لكن نقعد بقى نقول هو فين القبض هو فين انا معاك كل الامور دي معاك السلعة موجودة في حياستك وتمتلكها وتستطيع التصرف فيها لو انت عايز السلعة تخليها مكانها وحضرتك تتفق مع حد تقوله والله انا عندي سلعة نفترض انتشارتها بمئة الف ريال ولو لقيت واحد يخد منك بمئة وعشرة بحال البنك مش هيمانع بس في الحالة دي يقولك ايه لأ بلاش تخش فيه مفهوم التورق خدها مربحة خدها ايه مربحة وتملكها وبحها لان انت كده مش محتاج كاش دلوقت انت محتاج تتاجر في سلعة مظبوط يا جماعة ولا ماليش مظبوط الاخ اللي كان بيسأل واضحة الصورة الدكتور الواضحة واضحة بس المقصد حد الان ما حلين اشكالية القبض هو يستطيع يحلها القبض حكمي وليس القبض حقيقي يعني هو مو بلازم يروح على المخازن ويستلم لا في شيء يصبح قبض حكمي ايوة ده غلط ده مش غلط يعني انت انت ما عندكش مشكلة لان انت قبضت السلعة وفي حياستك وتمتلكها وتستطيع تصرف فيها وفي رضا بينك كبايع وكمشتري كل الشروط موجودة اه تفضل اسني ايوة طيب خلينا نقل علشان الموضوع فيه لسه شرح شوية ممكن طالما الرفع ايده يا جماعة ومش عايز يسأل ممكن ينزل ايديه بس لسه ايوة شكرا عندي سؤال الله يحفظك يا دكتور طالما ابو البراء ايوة نعم الله يذكر اهلا في مسألة انا دربت مع تعاملت مع احد البنوك وطلبت تمويل في اي بلد في سعودية طلبت سلعة معينة سلعة سلعة معينة نعم نحس نفتركين مع مركز ومركز نفائس دولية ايوة فانا قلت لهم خلاص جيبوا لي هذه السلعة وودي انا اتصرف بها بعد ما تنزل انا اشتري هذه السلعة من البنك اه كان العطي التورك يعني برضو اي تورك نعم نفس المسألة اللي ذكرتما اي فضل وقلت خلاص المهم اني انا اقبضها باي طريقة حكومية ولكن اه التصرف بالسلعة في البيع انا الذي اصرف فيه سواء اكترونيا او غير اكترونيا اه فاتفاجأت انه رفضوا هذه الطريقة يعني كانوا موافقين في البداية ثم في النهاية وقت توقيع العقد قالوا ما نستطيع انت تتوكل البنك بالبيع توكلنا بالبيع ولا ما ما نستطيع انت تصرف فيها بالبيع لا هو هنا هنا الاشكالية بقى هنا في عدم الامانة دي مشكلة وعدم المصداقية دي مشكلة ما اعتقدش الركح طبعا ولا الركح كان لا هو بنك هيئة شرعية بقوة الراط يعني هو دي اسميه قوة شرعية معروف عندنا ثلاث منوك قوية لا هو هو ما انا بقولك الفكرة فين يا جماعة الفكرة احنا فيه لازم يكون البنك هنا عنده مصداقية زي ما بقول اخونا الفاض المشكور ابو البراء انه اذا دي في مشكلة عند البنك لازم يحلها ما ما ينفعش ما احنا بنقول عنده البنك عنده هيئة شرعية وده فيه غش فيه تدليس فيه عدم امانة وده يعتبر من بيع الامانة ولا ايه العقد العقد رغم ان العقد مصوص فيه بانه العميل يبيع السلاء خلال عشرة ايام بعد عشرة ايام يكون البنك حرف التصرف يبيع فانا استند على هذه المادة قلت لهم ما دمت ذكرت في العقد هذه النقطة فاعطوني طريقة بحيث انا بيعها فوجدت اصلا مركز نفائس هذه الدولية ليس للعميل ان يدخل فيها ويبيع بنفسه هذه خاصة بالبنك تعاملات مع البنك ما هي ليه هي ليه الفكرة لانه تخيل كل عميل هيبقى له طلب خاص هما هنا مفروض يوضحه للناس يوضحه للناس احنا السلعة بتمتلكها بس اذا ما كانش فيه مقدور البنك ان يوفرها لك لا ده بيبقى مكتوب في العقد وانت هنا لازم تتملك السلعة بس هي الفكرة والاشكالية اللي وقعوا فيها يفين يخلك تشتري مربحة ليش تاخد تورق طالما انت هدفك الاساس تشتري سلعة وتبيعها خد تورق ولعشان هما يمولوك ايه اعطوني تمويل مالي هم يبغوا اعطوني تمويل مالي بس اتفاجئ ان مركز نفائز هذه اصلا ما تسمح للعملاء بان يبيعوا فيها فقط البنك يشتري ويبيع بنفسك ما هو ليه هو علشان يقدر هقولك ليه السبب البنك بيعمل كده بس هو يمكن الموظف مقدرش يقنعك او يقدرش يوضح لك الفكرة لانه دي يا جماعة كميات من السلع والهدف الاساسي بتاعها هو ان انت عايز كاش اساسا مش عشان تمتحن البنك هو دلوقت هو اللي شال الوزر العلمة انت دخل بنيتك ايه ان البنك يتملك السلع والسلع بقت بتاعتي بس انت السلعة في حد ذاتها انت مش محتاجها انت كل الحكاية ان انت عايز كاش صح ولا ما الصح صح لكن اريد ان اتبرئ بذمتي واعرف اني ملكتها تحقيقا ملكي لها بيعها بنفسي يعني ما بحيث ان البنك ما يقفي علينا شي خلاص انت يا بان تقولي اني تملكتها برقم كذا وكذا وشهادة كذا خلاص اعطوني صلاحية بيعها يعني ما تعطوني رقم كذا في الهواء وعندك شهادة وهذه باسمك ثم ما اتفاجأ اني ما اتصرف بها بنفسي من اساسية العقود البيع تصرف في ذمالك وما بيعها اه لازم تكون متملكة اه ده كده ابيع لك الحاجة وقولك لا ما تقدرش تاخدها ازاي هذه لازم التمكين اه لا لا تتمكين انا بتكلم على اساس الالية اللي ان احنا اشتركنا فيها وعملناها وكان ده فعلا السؤال المهم للبنك يا جماعة العميل لو جه طلب السلعة تجبوها له بس اقولك على حاجة انت في بعض السلعة اصلي في الموضوع ده بالذات ممكن بيتعاقدوا في السوق الدولية سلع رأس مالية اه كل حاجة بس في سوق دولية يعني صعب يجيبها لك بالطيران من برا اخيل انت هنا الكلام اللي لازم البنك يكون واضح فيه ويوري للعميل لا ده ما اريد السلعة زي الاسم اذا كان عندي اسم العمالات ينزل فيه محوظة ويبيعونها خلاص اعملوا منصة مثل الاسم للسلعة الاخرى للي اسممت والحديد والنحاس ليه منصة للعميل يدخل هذه المنصة ويبيعها ويبيع ويبيع بس مع الواقع ليس كذلك اذا اشتريت انت سممت واشتريت حديد ونحاس ما تستطيع تبيعها بنفسك يبيعها لك البنك البنك لانه هو اصلا خد بالك البنك لما بيشتري الكميات يا جماعة تخيل البنك بيحط ملايين في سرعة زي الاسمنت كويس طيب الملايين دي عايز يرجحها فلازم يضمن حاجة تانية انه هيتم بيحها بس بيحها من خلال مين من خلال طلبات التمويل اللي جاي من العملة مش الفكرة في الموضوع فكرته مش ان انا اجيب لكوا السلع وحطها عندكم الفكرة انت داخل معايا في البنك على اساس ان انا هبعها لك لان انا متعاقد مع جهة اخرى عشان تشتري كان انا بستثمر في الاسمنت بس بدخلك انا بحصة ببعلك حصة منها واحد بمئة الف واحد بمئتين الف واحد بثلتمية الف واخد الحصص دي ابيحها وارجع لك المبلغ التموين ده الهدف الاساسي بذكر يمكن اقول توضيح المسأل اقول ان فيه احتكار للوكيل الوكيل هو البنك البنك يحتكر البيع عن العميل واذا قلت له انا سأبيع بنفسي اقول لك لا امورك فكان البنك يحتكر البيع لنفسه في السلعة بهذه الطريقة ولا يدع العملاء بان يبيعوا بين انفسهم وهنا اشكال الشرعية هذه الصغرة تواصلت مع اللجنة الشرعية فيها ناس كبار من علماء يقولون خارج عن اختصاصنا يقول صح هذه اشكالية شرعية ولكن خارج عن اختصاصنا هذه اشكالة كبيرة لازم يقول لك خارج اختصاصنا دور القرارات الشرعية تنفذ مدام صدر الهيئة الشرعية في البنك من دور ما يتابع تنفيذها لكن يقولون خارج عن اختصاصنا في متابعة التنفيذ نعم ويحتج البنك بقولهم لدينا عالم كذا في الان عالم كذا في الان والمعاملات شرعية 100% يعني يحتج بالمشايق اللي في اللجنة يحل المعاملات الواقع انه يخالفهم قرارات الشرعية اللي يصدرون هنا الاشكاليات بس كمان الهدف الهدف لازم يكون واضح وانا انا اجيب لكم اختلاف التيسير اللي هو التورق عن المربحة في المربحة يشتري البنك السلع ونقع على طلب مين العميل خلاص انت عايز مربحة روح للبنك يشتري منه السلع تبالك والعلمك في المربحة ما انت ممكن تروح تبيع السلع بنفسك صح او لا بس المربحة اخص اه يعني المربحة تشتريها بس اخد بالك ما تقعش مشكلية تانية وهي ايه انك انت تعمل عقدين في عقد واحد يعني تبيعها وبعدين تروح للتاجر اللي خدت منه السلع تقوله طيب اشتريها انت وانزلك 1000 ولا 2000 لا اشتريها الوحدة ده عقد الوحد وبعدين اعمل عقد اخر فتبالك لانه الاشكالية انه فيه ناس تقولك وطبعا شرعا انك ممكن تبيع ويجوز انك تبيع لنفس العميل اللي اشتريت منه بس كيف هنا الاشكالية طيب يعني لما يمعش عقدين في عقده واحد فضل كتاب الله ادرك الله ادرك خير نعم ايه ادرك الله خير كتاب الله ادرك طيب في تيسير او في التورق البنك يمتلك السلعة اولا ثم يبيعها للعميل العكس لانه البنك لازم يروح نشتري كمية وينزل على السيستم ويقولك عندي مخزون زي قطع الغيار يقولك القطعة دي متوفرة ولا متوفرة يخش على السيستم يعرف في المخزن الدين طيب في المرابحة يشتر التوقيع العميل على وعد بالشراء مزبوط لا هنا لا يشتر التوقيع العميل على وعد بالشراء في المرابحة يتم التفاوض على هامش الربح زي ما قلنا مبارح يا جماعة في المرابحة تتفاوضش على رأس المال تتفاوض على هامش الربح في التيسير أو في التورق بيتم التفاوض على الثمن الإجمالي خد بالك من الفرق لأنه ده بيعتبروه بيع آجل ده بيعتبروه بيع آجل وهو ده الفرق بين بيع المربحة وبيع الآجل الآجل التفاوض على الثمن الإجمالي وهنا على هامش الربح ليه النسبة يعني 5% 10% إلى السلام عليكم هنا تقول أنه هو بيع السلعة مملوكة للبنك على العميل تمام هنا لما يوافق مركز المعالجة اللي هو المركز المسؤول في البنك يكون العقد كتكتمل بين الطرفين ما هو لازم هنا ايه فيه طرفين في العهد بعد شراء العميل للسلعة يحق له هنا الكلام بقى جمع عشان كلنا بنتكلم في النقطة دي وبعض البنك تقول لك لا لازم لا هنا يحق له التوكيل ببيع الحتة الشرعية منقعش فيه محد بس دي الحتة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية في التورق يشترد بيع السلعة إلى طرف ثالث لا يكون هو البنك ولا الجهة التي اشتري منها ولذلك لما يروحوا هنا يشتروا من مصنع الأسمنة البنك أو مصنع الحديد ما ينفعش بيبيع له هو هو ما بيبيعش للبنك خلي بال ده هو بيعمله حاجة اسمها لبيع الفضولي عقد بيع فضولي بيوكل كأنه بيوكل البنك وتفضلا من البنك عارف يقولك إيه ده إنسان فضولي يعني يحب يخش في إيه في ملايانية طيب جوهر المنتج المنتج هنا قائم على مشروعية التورق ومعتمد من الهيئة الشرعية طبعا هذا الكلام كان عبارة عن حل يا جماعة لمشكلة إيه لمشكلة المربحة وحاجة العميل إلى السيوم له أوكي ندخل بقى في موضوع آخر وهو الاستصناع يبقى احنا خدنا المربحة خدنا التورق الاستصناع إيه هو الاستصناع يا جماعة يعني طلب صنعة أنا روحت بمثال يعني هاشرخ لكم الموضوع ده ببساطة أنا بروح لنجار بقول لي والله يعمل لي أساس غرفة مكتب أي حاجة عايزة أصنحها عند النجار هنا نوضح بس الحتة دي بالرسمة عشان تبقى معاكم في القصة في عميل اللي هو بيسميه المستصنع إن الألفاز ساعات تختلط على الناس المستصنع اللي هو طالب الصنعة طيب الصانع من هو هنا؟ النجار سيبوكم من البنك دلوقتي خالص أنا بكلمك ببساطة قد ريتك ممكن في الحالة عملية تاخد بعضك وتروح لصانع أبواب حديد نجارة مكينة لو في شركة آلة أيا كان الشيء اللي هنت عايز تصنعه وتطلب منه مواصفات معينة يبقى هنا أصبح عندك في بايع والعميل اللي عايز يشتري بيقوم يصير هنا فيه عقد بنسميه عقد استصنع هنتكلم عن تفاصيله بعدين طيب لما بيدخل البنك في الموضوع بقى لإحنا بنتكلم عن البنوك كيف تتم العملية دي عملية عقد الاستصنع اللي بين العميل وبين الصانع ده تم منفصل أصبح هنا فيه عقد لوحده طيب دور البنك هنا هو مين اللي هيدي الفلوس ما دي من صيغ التمويل مين هيدي الفلوس للصانع هل هيدي له فلوس لا البنك مش هيدي فلوس هيجيب له العقد ده بالمواصفات اللي حطاها المستصنع هيجيب العقد اللي عملوا مع الصانع بالمواصفات وياخده البنك يعمل حاجة اسمها عقد استصناع موازي يبقى هنا العميل مع الصانع عمل عقد ولما البنك دخل في الموضوع أصبح من طالب الصنعة مش العميل مين البنك والبنك يقوم يعمل عقد آخر اسمه عقد استصناع موازي يعني ده موازل ده وكلمة موازي يا جماعة يعني ايه؟ يعني كافة الشروف والتفاصيل والمواصفات وكل شيء في العقد الأولاني البنك هو بينفزه بالزبط زي طلب العميل بس بيكون هنا البنك كأنه محل العميل أصبح هو مستصنع ويشوف ايه؟ الطرف الآخر هو الصانع أو المقاوس ده باختصار معنى عقد الاستصناع وصورته اللي بتحصل في البنك في عقد استصناع أصلي أو عقد أول ثم عقد استصناع آخر موازي وقلنا هنا ممكن ندخل في الموضوع بيبقى عندنا البنوك الإسلامية لما تشتغل بيبقى عندها إدارة هندسية أو إدارة مختصة هي اللي بتاخد الحاجات دي وتشرف عليها المواصفات والرسوم والخرائط والتمن وكل شيء طيب هنا البنك هو اللي يدفع القيمة ويقصتها على مين؟ على العميل طبعا مقابل مبلغ أكتر طبعا واضحة فكرة اللي استصناع إن شاء الله طبعا أهو ده تعريف عقد الاستصناع عقد يشترى به في الحال مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء سمن مخل ولذلك ده يسموه ايه؟ بيع آجل يعني حاجة أنا هاخدها بعدين بسي بعاجل هادي فلوسة تدفع لمين يا جماعة؟ للمستصنع ولا للصانع ها؟ عشان أشوف كده الناس صحية معا ولا لأ البانك هيدفع الفلوس لمين؟ للصانع للصانع اللي هو اللي هو هيعمل المكتب أو هيعمل الصانع اللي انت طلبتها منه يبقى البانك دوره هنا ايه يا جماعة؟ دوره توسيط أو وسيط عشان يمول صناعة سلعة أو إنشاء أصل معين يطلبه لعميل بمواصفات محددة ده الرسم اللي احنا وضحنا لحضراتكم على أساس تبقى عندكم الفكرة واضحة في معالية الاستصنع أبو البراء اتفضل وشبيه بالعقد السلام يا دكتور صحيح؟ ها بس السلام يختلف في شيء غالبا بيستخدم في المزرعات هتبالك نعم في مجال الزراعة أكتر هتبالك إزاي؟ لكن عقد الاستصناع هو دايما احنا بنقول يخص مجال الصناعة بنصنع شيء لكن الزراعة دي شيء بيطلع من الأرض وبينتج واختبالك إزاي؟ زي الطمور مثلا زي ما بيحصل في القصيمة عندكم وحيطة دي ختبالك؟ يعني ما بقدرش نروح للزارع أقوله استصنع لطمور لا هنا بيخش بيع السلام هتبالك إزاي؟ بس فيه حاجة تانية كمان مختلفة إيه هي؟ أنا ممكن في عقد في السلام لازم يسلم المبلغ في مجلس العقد ختبالك في السلام ما ينفعش مثلا أنا اتفقت على شحنة من الطمور من مزارع معين في منطقة القصيم اللي بيحصل إيه؟ لما بنتفق ها؟ لازم أسلمه القيمة في مجلس العقد وقال لي العقد هنا باطل ما ينفعش أقوله بعدين لا بعدين دي معناها العقد فاسد أساسا ما فيش عقد ويستطيع المزارع واحد تاني يجيله ويتفق معاه ويديله الفلوس في مجلس العقد كاملة حتى ما ينفعش يقول له أنت عليك فلوس اللي يفزمتك لا يتدفع الفلوس في مجلس العقد لكن في عقد الاستصناع أنا ممكن أدفع في الأول جزء وممكن أدفع بعد كده جزء وفي النهاية أدفع جزء خد بالك لكن في السلام لا واضحة دي دي الدوابط بيكون بيكون ملزم للطرفين بمعنى يا جماعة ملزم للطرفين يعني ما ينفعش حضرتك بعد ما طلبت من نجار يصنع لك الأساس كله بتاع المنزل تيجي تقول له خلاص بطلنا لا 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 ما ينفعش إن الرجل النجار ده راح اشترى الخشب واشترى الخامات وزبط أموره وكل شيء فلازم يكون فيه الزام وإلا يتم مقاداة العميل اللي طلب السرعة دي من النجار ما ينفعش طيب وكل سلعة لها وصف يعني ممكن تحط له المواصفات بالتحديد تقول له عايز الخشب زام عايز الخشب كذا عايز اللون كذا بتاع الدهنات المقاس بتاع المكتب كام في كام شفت ازاي كل شيء كل شيء بالتفصيل والمسلمون عند شرطهم ولا ايه طيب يمكن للصارع أن يصنع بنفسه أو بغيره يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك ممكن فيه جزء انت تصنعه وممكن تجيب واحد تاني على حسابك انت كصانع وتخليه يصنع على الجزء معين يعني مثلا تجيب واحد دهان يدهن المكتب ويعمل اطلاق اللي طلب منك الراجل المستصنع بس مين اللي هيسلم السلعة دي الصانع كاملة انت اللي هتحاسب بقى اللي جالك من الباطن والاخر اتفضل يا اخ عبدالعزيز السلام عليكم ورحمة الله دكتور شكرا سؤال في خصوص دي العملية تفتيشه المراقبة لضمان للجودة دي العقر اللي يصنع هل البنك الاسلامي اللي ده خبراء يصهرون على يعني ضمان لجودة ام فقط يبقى اتفاق ما بين البائع والمشتري سؤالك رائع جدا يا اخ عبدالعزيز مشكور عليه وده يا جماعة اللي احنا من مبارح بننادي به بنقول يا جماعة يجب على البنوك الاسلامية ان هي تفوق وتطلع من التقليد ويجب ان يكون توجهتها انتاجية زي ما هما بيقولوا عن البنوك الاسلامية اه لازم يكون عندك ادارة هندسية وتجيب ناس متخصصين وتجيب ناس يرقبه والجودة زي ما بيقول اخ عبدالعزيز اه مع علشان كده يا جماعة انا لو لوردتكم الاحصائت بتاعت انبارح المرابحة تستحوز على 70-80% من عقود التمويل في البنوك الاسلامية ودي الكارسى يا جماعة تعارف زي ما يكون احنا حصرنا الدين بتاعنا الاسلامي في ان المرأة محجبة ولا غير محجبة بس ونجي في رمضان نفس الاسئلة بتاعت رمضان اصبح الاسلام عندنا محصور في حاجات ضيخة جدا ونعتبر هو ده الاسلام نفس الحكاية البنك الاسلامي يجب ان ينهض من ثباته يفوق من نوم ويعين ويخرج برا التقليد ويطلب حتى لو القوانين المصرفية فيها بعض التحديات يقعد مع البنوك المركزية العالم بيتغير يا جماعة بس يكون عندنا النية فعلا ان احنا عايزين نرسخ حاجة اسمها عمل مصرف اسلامي يا فرحتي انه اسلامي يا سيدي ما تكتبش اسلام بس اعمل عمل يرضي الله ورسوله والمؤمنين بس هذا هو طبق الشريعة طبق الشريعة هل يا جماعة لو في ناس من ديانات اخرى تبغى تتعامل مع البنك الاسلامي نقول لا يا جوز جاوبوني ديانة اخرى مسيحي عايز يتعامل مع البنك الاسلامي ايه رأيكم جاوز لا اشكر ما فيها شي يا اخي دي معاملة دي معاملة وقت السورة يعني هل حقا معاملة البنك الاسلامي السورة بس مش واضح ما عليش السورة دكتور بخصوص المسيحي في المعاملة مع البنك الاسلامي السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل حقا البنك الاسلامي ستعامل بالشريعة الاسلامية المحضاء هذا هو السؤال المطروحي ما هو ما هو دا يا جماعة الحتة اللي احنا بنعاني من مشاكلها صراحة انا عاية الهم هم البنوك الاسلامية لان انا بشوفها بالواقع انا شفتها اشتغلت فيها الفكرة ان انت كل الحكاية فتحت لك فرع عارف عندك محل واثنين وثلاثة قلت ان ما اعمل لي فرع ايه لموديل معين من الاعمال عشان اجزب العملة وابدال ما يقول لي اروح بنك اسلامي لا انا عندي بنك اسلامي لكن لا وما فيش حاجة اسمها تنقل لاربع موظفين من بنك تقليدي وتقول له اقعد اشتغل هنا لازم الموظف دا يكون مدرب لازم الموظف دا يكون مؤهل علميا الاول العلم امام العمل يا جماعة ما احنا قلنا انبارح سيدنا عمر بن القطاب رضي الله عنه كان يمشي بالعصر في السوق ويقول لا بايع في سوقنا هذا الا لمن يتفقه في الدين ما هو دا اللي احنا النهاردة مطلبين به لما نيجي نقول النهاردة القائمين على البنوك بصفة عامة حتى اي عمل يا جماعة مش البنوك بس ما ينفعش يجيبه واحد غير تخصصه وقول له خش هنا اشتغل هيبادل الدنيا ما عندوش قناعة فيه موظفين كتير للحصول على الوظيفة بيقبل فالموضوع محتاج اعادة هيكلة اعادة تفكير العملية منظومة حلقات لاجب انت تواصل ما ينفعش يجيب ان النص طيب عقد الاستصناع دا واحد يقول لي كده انا مرة دخلت بانك اسلامي وقلت له انا عايز عقد الاستصناع هتلاقي ما فيش حد يعرف لانه زي ما قال الاخ عبدالعزيز من شوية انه هل البنوك فعلا مؤهلة ما هو البانك الاسلامي راخر عايز يعمل زي التقليدي يكسب بسرعة يكسب يقول لك اللي تغلب بيه لعبه ما ينفعش انت بترسخ قيم عظيمة الله وهو ليه البنوك الاسلامية ما قدرناش نخترك العالم ونقنع العالم بيه يا جماعة معلش يعني انت لازم يبقى عندك ابتكار في المنتج لازم تفكر الجماعة اصحاب الفخامة والمعالي بتقول الهيئات الشرعية مش موضوع راتب ياخدوه هات يا سيد الفقه وابحث في الفقه وشوف دي مخرجها ازاي ودي تتعمل ازاي لا بد يا جماعة عارفيني الاشكالية كمان في الهيئات الشرعية ايه بس باوضح لكم الهيئة الشرعية مشكلتها انه هم غير ملمين باجراءات العمل الاساسية هو ما اشتغلهاش هو بيجيب موظف يقعد معاه يشرح له على الورقة يعني هو ما اشتغلش موظف في البنك عشان يعيش والحكم على الشيء فرعا تصوره لازم اكون عندي تصور وعشت انا لما اشتغلت في البنوك الاسلامية عشان ادرب في البنوك الاسلامية اول حاجة روحت درست الشريعة الاسلامية كذا سنة درست تخيلوا درست كنت اشتغل وروح ادرس عايز افهم ايه الشريعة الاسلامية والمعاملات الاسلامية والفق الاسلامي وايه المواضيع دي ايه معناها ايه ودي معناها ايه درست تلت اربع سنين علشان بس اخش دورة تدريبية واقول لهم انا قادر اديكم تدريب في البنوك الاسلامية لكن لما عود لواحد يروح يحضر دورة ساعتين ولا اربعة ولا يوم ولا عشرة ويقولك انا ادرب بنوك اسلامية لا فيه بغبغانات تضل اخ عبدالعزيز من باب يعني الاضافة اليوم كنت اقوم بدراسة ميدانية حول البنوك التشاركية والنوافد بالمملكة المغربية فدخلت لأحد النوافد وسألتهم بعض الاسئلة فتعجبت كل العجب حتى الذين يسهرون داخل البعض منهم يعني لا يفقه عن صياغ التمويل اي شيء طبعا يعني عجيب ايه ما دي مأساة ما هي دي المأساة يمكنكلم فيها يا خدر عزيز هو الموضوع اللي انا بطرحه مع حضراتكم انا مش بعملكوا تدريب على البنوك الاسلامي انا بدي بفتح موضوع احنا بعيدين عنه كل مواضعنا تنمية بشرية مش عارض اوكي الحاجات دي مهمة بس انا عايز ادي للناس حاجة دسمة عايشين فيها خلينا نخترقها ونشوف ايه الموضوع بالزبط ولا ايه فعلا زي ما يقول لها خدر عزيز احنا كون ممنوع واحد يقعد في بنك غير لما ياخد دورة في المنتجات المصرفية الاسلامية انا عامل كتاب تدريبي بس غير منشور عن المنتجات المصرفية الاسلامية كل منتج وازاي تبيعه ايه معناه وايه الفوائد بتاعته للعميل وازاي تقنع العميل بيه وازاي تفهمه كل ده عن عن علم وعن دراسة والعلم امام العمل ما ينفعش يا جماعة نجيب واحد من الدر لننره نقول له خش اشتغل تفضل ايه خحم تفضل احمد طيب لغاية ما نرجع لها يبقى هنا دي يا جماعة قادي الضوابط لازم يتحدد طبعا اهو بص يجوز ان يكون السلام عليكم السلام اهلا اخا احمد اهلا بس عندي سؤال يمكن خارج الموضوع شوية بس سوى في حدود موضوع التعاملات البنكية برد بالنسبة مثلا الموظف اللي يقدم على وظيفة مندوب مبيعات خاص مثلا انه هو يارض على العملاء في البنك انه هو ياخد قرد وياخد تمويل اه فهنا الموظف هل هو محاسب على التعاملات الدياتية ولا هو يتجنب الوظيفة اصلا لا هو يتحسب عليها من ناحية ايه اولا عارف يعني هو مش فاهم بس هو بيعرفوه ايش تقول لي العميل وبيخش بس احنا نقول ايه خلينا خلينا ناخدها في ضوء الظروف والاحوال اللي احنا بنعيشها والوظائف وقلتها والبطالة ما احنا عندنا كوارث في كل دولنا يعني ها فهو بيجد وسيلة انه عايزي بيه فتبالك عايزي بيه هل العميل هل العميل بيسأله بقوله ديت حلال ولا حرام ما بيسأله لا طبعا هو طبعا يوجه العميل انه ياخد القرض ويحاول انه يجل تسهيلات وياخد الاوراق المطلوبة وكده بالنسبة للبنك حسب تعامل للبنك لكن في النهاية هو القرض بيكون رابع لا هو الموظف طبعا مسؤول مسؤول اللي بيعملوا يعني فيش فيها كلام يعني يعني مش هنداري نفسنا او ننزل راسنا في الرمل اكيد واضح يعني هو من باب افضل انه ما يدخلش في المجال اصبت اه يشوف يبيع سلع يبيع شيء من هذا القبيل اخد بالك اه يعني ممكن مهارات التسويق والبيع يبيع سلع ولا ايه طبعا سلع حلال يعني ما يبيعش خمور وما يبيعش سجاير وبقى او حاجات دي اوكي شكرا لي طي شكرا يبقى دي يا جماعة ضوابط بتاعة عقد الاستصناع مسؤولية الصانع توفير المواد الخام لانه النجار هو اللي بيفن في الخشب وهو اللي بيفن في كل حاجة بس الاشكالية وين انه انت لازم تلتزم بالمواصفات اللي قالك عليها المستصنع طيب هنا يجوز للبنك توكيل الصانع ببيع المبيع بربح الطرف ثالث يجوز له انه هو يبيع لطرف ثالث هذه الصنع اهو ايش المجالات اللي بتغطيها يا جماعة يعني احنا ممكن في مجال النشاط العقاري ممكن نستخدم الاستصناع بنصنع مبنى ها والصناع يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع خدمات التركيب والتدريب والصيانة اه في بعض الصناعات اللي بنعملها مثلا صنعنا نظام كمبيوتر عملنا سيستم معين لشركة في الكمبيوتر فيمكن يدخل ضمنها ان احنا هنركب الاجهزة وهندرب الموظفين ونتولى عملية الصيانة بتاعتها اهو الاخ تقريبا ابو البراء اللي كان نتكلم عن الموضوع السلم لا يسمى الاستصناع تمويل التجار للحصول على المحاصيل والملتجات الزراعية غير المصنفة المحاصيل الزراعية لها عقد السلم طيب هانا بتدخل معانا جهة استشارية نعم الاتفاق على جهة استشارية علشان هي تكون الفيصل في هذا الموضوع طيب هنتقل الان انها مفهوم عقد السلم بيع السلم معانا خمس دقايق نشوف لو في اسئلة في استفسار في توجيه من حضراتكم لي تفضلوا ايوة في اللي فات يعني حد عنده استفسار عنده شيء في حد بيكتب طيب ولا دكتور السلام عليكم عليكم السلام دكتور في حالة النزاعات يعني نزاعات في العقد الاستصناع هل يتضمن عقد الاستصناع بنود محددة لتسوية النزاعات أم لا تاني مع الشيء للسؤال كده يعني في حالة ما إذا وقع نزاع في الشيء المستصنع يعني هل عقد الاستصناع في بداية أمره يعني يتحمل يعني يسجل أو يدون بنود محددة لتسوية هذه النزاعات أم أن صيغة نعم لازم يكون كل شيء واضح زي أي عقد بس في حاجات مثلا أنا بعد ما اتفقت جيت لحضرتك وطلبت منك تعمل لي صنعة معينة سلعة ماينفعش بعد ما يخلص كل شيء يعني العقد وننضيه ونوقع عليه أجرجع في الكلام ده لأن انت اشتريت موات خام وجبت عمال وارتديت تشتغل ولا ايه والعقد شريعة المتعاقدين صح وممكن نلجأ للمحاكم ليش لا صح شكرا طيب ما هنا يا جماعة البنوك دايما عندها إدارة قانونية حشان مجال البنوك البنوك عندها إدارة قانونية حتى الناس اللي شغالين في الإدارة القانونية لازم يكون فاهمين الأشياء دي كلها يعني ما دي كلها عقود فلازم يكون عارف العقد وتفاصيل العقد وكيف يكون العقد سليم وكيف باطل والعقد فاسد كل دي أمور لازم يكونوا عارفانا مش فيه إدارة قانونية في البنوك الإسلامية فيه فإذا حصل أي مشكلة بيرجع لها هم طيب ندخل إذا ما فيش أسئلة تاني ندخل فيه بيع السلم بيع السلم يبقى احنا خدنا المرابحة خدنا التورق خدنا الاستصناع طبعا يا جماعة الاستصناع له كتب يعني الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي في دقايق أو وقت بسيط فيه كتب عن الاستصناع وتطبيقاته فيه البنوك الإسلامية وإيه الأدلة الشرعية عليه اتبالك التورق نفس الحكاية المرابحة يمكن التورق أنا كترسالتي في الموضوع دوت وكان صعب جدا نلاقي مراجع في الموضوع بصراحة المرابحة فيها كل الصيغة ممكن تلاقي فيها مراجع بيع السلم أيضا نفس الحكاية عقد السلم هو بيع مؤجل ساعات الكلام يا جماعة الاستلاحات بتاعتم تبقى صعبة شوية فأنا بحب أبسط الموضوع بيع مؤجل بس التمن بيتدفع فين؟ في مجلس العقد مجلس العقد إيه أصل فيه إيه أصل أنا هبيع لسه؟ لا 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 خلص نفسك وهاتي الفلوس وتعالى غير كده ما ينفعش الفلوس يدفع فين؟ في مجلس العقد تمام يا جماعة؟ طعا لما تشوف بقى البنوك بقى في الحكاية دي إيه؟ بيع السلم وهو بيع السلم برضو ما بيتطبقش حتى البنوك ليه؟ زي ما قال بعض الإقوان بعض الموظفين نفسهم ما يعرفوش يعني إيه السلم ويعني إيه الاستصناع ويعني كله ده كلام بيقروف الكتب بس ده نقارو يعني يبقى السلم هنا البنك بيخش يمول الصفقة يعني أنا دلوقتي رايح أشتري كمية محصول القطن مثلا من مزارع البنك يمولني؟ آه يمولني على أساس إنه هو بيدفع الفلوس للمزارع اللي هو بتاع القطن وبعدين يقصطه علي أنا واتفعه له على إيه؟ على أقصات آه طبعا بيبقى فيه زيادة أوكي بس هنا دخول البنك في عقد السلم بائع أو مشتري لكمية معلومة من سلعة مثلية إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقدة طب ليه قال هنا يا جماعة سلعة مثلية؟ لأنه أنت بتبيع محصول في بدايته لسه لسه يعني ما تعينش أنت ما تقدرش تقول المخصولة هو لا هو بيقول لك القط خامة نوع كذا درجة كذا مش عارف إيه أو زي الطمور طمور من النوع الفلاني كل أنت عارفين الطمور دي مدرسة نوع معين بمواصفات معينة بوزن معين يمكن وهكذا يعني وعلى أساس ولذلك هنا أشوفوا يا جماعة لازم البنك يبقى عنده ناس خبراء أو يبقى عنده هاي استشارية ناس متخصصة أيا أبو البراء دكتور الله يحفظكم لي أنا أعرفون عقد السلام يشمل الأشياء الزراعية وغير الصلاعية مثلا اشتريت السيارة موصوفة في الذماء خارج البلاء بمواصفات معينة موديل كذا كذا فأعمل عقد السلام مع أي جهة بنكة وإي جهة على هذه السيارة ليس هذا يسمى عقد السلام لا ما احنا قلنا قلنا الاستصناع هل يعني ما هو السلام هو بنقول إيه خاصة بمجال الزراع ما احنا عندنا في كل مجال عقد معين أتبالك إزاي وأنا وضحتها قبل كده وإيه اللي يدير لما يكونه عقد السلام معلش إيه اللي يدير هو المفروض نعم المفروض الشخص أنت بتصنع سيارة أو لا بتشتريها بس جهزة مثلا السيارة موجودة بره البلد فأنا تعاقدت مع أحد سواء معرض أو بنك يشتري هذا السيارة الموصوفة في الذماء بره البلد أوكي وتفعت له المبلغ ولا بتفعها بالأصد لا تفعت له المبلغ في المجلس العقد كامل طيب هذا يسمى سلم صح؟ لا ده يعتبر سلم هنا لأنه هو ما راحش في الاستصناع لا أنت بتروح تقول له مواصفات معينة سيارة مواصفات معينة عايز الكراسي لون كذا لكن لا أنت هنا في الحالة دي السيارة جاهزة والمواصفات وفقت عليه وقلت للبنك لو سمحت أنا عايز السيارة دي مش ده اللي حصل؟ نعم موجودة السيارة ومواصفات موجودة بس بره البلد عمل لك عاق بيع موصوف في الزم بس كمان يقدر يعني أنا مش عارف إذا كنت معاك الفلوس كلها بتاعت السيارة ليش تلك للبنك بأنه هو اللي يستطيع مثلا معرض أنا أقول لك معرض معرض تستورد السيارات وكل شيء فهي عندها صلاحية الاستيراد وعندها خبرة في ذلك طب يبقى فيه اعتماد اعتماد مستندي يعملك اعتماد ليش يدخل السلم باهمني؟ لا مثلا أنا دفعت المبلغ لمعرض كامل هذا المبلغ السيارة واشتريتها وهي بقى جاهزة خارج البلد يسمى هذا عقد السلم صح؟ لا ما عقد السلم ما يدخل في عقد السلم أصل عقد السلم هي سلعة موصوف في الزمة طب ماشي ما هو فيه كتير موصوف في الزمة بس كل حاجة اسمها موصوف في الزمة يبقى أنا خبتها عقد السلم لا عفوا دكتور فضل دكتور نحن درسناها سابقا وما أدري أنت صحح لي إذا أنا خبت نعم اللي درسناها أنا راح أقول لك اللي درسناها سابقا وانت صحح لي إذا أنا خبت فضل قلنا السلم يجري في المثليات يعني كل شيء سيارة مثلية نعم فالسيارة الجريدة هي مثلية أما السيارة المستعملة لا يمكن أن تكون مثلية فهي قيمية على كلام الأخ أخونا أبو البراء فإذا كانت السيارة جديدة مثلا يريد استوردها من المصنع فممكن أن نجده هي عقد السلم المشكلة أيوة بس إحنا دايما بنقول إيه عندنا صياغ أخرى إحنا ما بنقولش حاجة إحنا عندنا صياغ أخرى نشوف الأقرب ليها معنا دلوقتي الاستراد أنا هستورد ممكن أروح أعمل اعتماد ومدفوع بالكامل ما فيش أي مشكلة علشان البنك بقى هنا وسيط في ضمان جدية واخد بالك إزاي أن السيارة تيجي ما هو ده الأصل من الأخ أبو البراء أنه البنك بيدخله علشان يضمن أنه فلوسه ما تروحش ولا هي أبو البراء نعم أنه البنك يتحمل أو المعرض يتحمل استيرادها وضمانها فأنا أشوف من وجهة نظري أنا أنه في الحالة دي أنت بتفتح اعتماد المستندي مدفوع بالكامل بس البنك ياخد أجرته أجرت فحص المستندات ووصول السيارة للميناء مظبوط كده وبعدين يديك المستندات بأنك تروح تستلم السيارة بتاعتك تعمل إفراج عنها هذه تحدث أكثر شيء مع الوكالة السيارة أنا تحصل مني مع وكالة السيارة مثل نيسان اشتريت معهم سيارة ودفعت المبلغ كاش رغم أن السيارة غير موضدة في البلد وكانت موصولها في الدم بالموليد استوردها من بره استوردها من بره فهذا أنا بره اشتريت وقالة السيارة وأنا في جده أخ زميل سعودي قال لي نقدر نجيب لك سيارة هو كان عنده معرض سيارات اديته الفلوس كاش ساعتها وجبها لي من أمريكا خلاص ولا رجأت البنك ولا شيء هو أخذ الفلوس والراجل أنا ضمنه وأعرفه وصديق وجب لي السيارة بعد شهر استلمته عبر المجد من أمريكا كلام ده زمانيا فواضحة كده الفكرة الله خير بس احنا بنتكلم في السلم لي يا جماعة بالذات لما نتكلم عن محاصيل الزراعية بالذات أكتر لأنه المقصود بمقصود في الزمة أنه دي سلعة زراعية ومعروف مثلا أنه هو بياخد طمور من النوع الفلاني أو بياخد قطن أو بياخد زرعة معينة فدايما بيستخدموا عقد السلم في مثل هذه الأمور أدي الفكرة ولأنه الفكرة في السلم إيه كمان أن السلعة دي أنا بدفع تمانها دلوقتي لإيه الفكرة في أن أنا لو انتظرت حتى جني المحصول هتغلق فهو بينتاز فرصة أنه حاجة التاجر أو المزارع سوري أنه محتاج فلوس دلوقتي يصرق يجيب تقاوي ويجيب المحصول ويجيب مش عارف إيه ونقله والري والكيماوي والأشياء بتاعة الزرعة فهو بيتفعله مبلغ أقل سي مثلا بعشرة مليون فممكن أن يقوله أنا أشتري منك دلوقتي بتمانية مليون سبعة طمر أو السلعة دي الزرعة يعني كسب أنه خد سقر أقل وفي نفس الوقت المزارع المزارع جاء له فلوس أو جاء له تمويل فبيقولك مقابل أنه لسه ما استنى الزرعة تطلع ويمكن يحصل فيها مخاطر ويحصل فيها مشاكل فاهم ازاي فضمنت فلوسي وهكذا هذه الفكرة في ذلك السلام يا جميع كذلكم الله خير يا أبو البراء ما زال أبو البراء يسأل فضل زال يعلم بالفطأ ما عليش ما يهمك أنا يا عبد العزي فضل الدكتورة غيب كتوضيح فقط يعني الاستصناع جمهور العلماء يرون على أنه قسم من أقصام السلام غير أن الحنافية هم الذين يفرقون بين العقدين والتفرق عندهم من حيث أن المبيع في السلام هو دين تتحمله الذمة وإما أن يكون مكيل أو موزون أو معدود في حين أن المبيع بالاستصناع هو عين لا دين كاستصناع أثواب أو حداء أو خيطة أو غير ذلك هذا هو الفرق يعني الفرق السلام هو دين تتحمله الذمة السلام عفوا دين تتحمله الذمة والاستصناع عين لا دين ما هو ما هو ما هو الفكرة فين يعني يعني ما حب مش أحول الموضوع إلى فق حتى تتضح يعني الفكرة لفرق ما بين السلام وليستصناع يعني الأقل ولا أكثر من حسن من حسن مجالات كتير جزاك الله خير لأنه فعلا هو في السلام أنت بتقوله أنا عايز الزرعة بتاعتك دي قبلها بفتر عشان رمضان جاي من دلوقتي تلاقي بيتفق على الطمور والأشياء بتاعت رمضان أوكي في 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 الاستصناع أنت بتقدر توصف حجم المكتب وشكل الخشب لونه فهم إزاي حتى نوعيته المصمار لأن دي موجودة في السوق خطيب لك فبيروح الصانع يشتري بيروح الصانع يشتري وبيحدد لك المواصفات لكن في السلام أنت ما عندكش مواصفة للزرعة تطلع إزاي دي حاجة بتاعت ربنا ولا إيه هل تقدر تقوله طلع لي نفس البلحة دي أو التمراية دي عشان كده في انضباط يبقى هنا المسلم في البضاعة انضباطها بالوصف أن يكون الوصف نافي للجهالة البضاعة في الزم زي ما كان بيتكلم أخونا عبد العزيز والسلعة محل السلام مقدور على تسلمها يعني ما ينفعش تقوله أنا اعمل لي إلا إذا كان عنده مزرعة أسماك مثلا مزرعة أسماك نحط استصناع ولا نحط سلام ما جمله هو بيروح يجيب الزريعة صح نعم ويبقل له أنا عايز السمك هتطلع وزنها كيلو ونص ما تزيدش عن كده أو كيلو فهم إزاي وهكذا والسمك ده ما بينفعش يرؤوا لك أنا هستطلوك من البحر لأ هو عنده مزرعة ويقدر يتحكم فيها ويقدر السمك بعد فترة معينة حسب بقى المواصفات الفنية والناس اللي تشتغل في المجال ده يقدروا يطلعوا لك الكمية اللي هم هيزرعوها لك لأن السمك فيها اسمها ما زرع سمك طي أن يسلم رأس المال في مجلس العقد إحنا في الاستصلاع قلنا لأ ما يسلمش مش شرط المسلم المسلم اللي هو الرجل اللي ايه اللي طالب السلعة يعني إهمال البائع اللي هو المزارع فترة زمنية لتسليم المبيع يعني مش معقول هيجي ويقعد جنبه بقى خلال أربع خمس شهور يقعد جنب النخل ويشوف النخل حصل فيه إيه ما حصلش فيه إيه فهم إزاي لا لكن في الاستصناع أنت ممكن عندك هيئة شرعية هي اللي بترائب وبتتابع فين وصل الانتاج فين وصلنا في أي مرحلة ولا إيه يقدروا يعني طيب قادي المعاني يا جماعة بتاعة العقد السلم المشتري والمسلم إليه اللي هو اللي إيه الباقة والمسلم إليه نعم وقالنا الصناعة نعم بس الأكتر واللي يصلح له أكتر هو البجال اللي فيه زراعة لكن هل ما ينفعش في الصناعة؟ لا ينفع في التجارة ينفع في التجارة وكل سلعة مباحة تنضبط بالوصف تقدر تشتغل عليها بالسلم طيب أنا مش عايز أدخل دلوقتي في الإيجارة هيكون موضوعنا بكرا إن شاء الله وأترك لكم المجال قدامي خمس دقايق أستاذ عبد البسط؟ نعم دكتور نعم شاكرين لي قدامنا خمس دقايق مصبوط؟ نعم نعم صحيح طيب حتى نكون أكثر انضباطا في الوقت ونشكر الناس اللي قامت على قدارة المحاضرة فالخمس دقايق دي يا جماعة اللي عايز استفسار عايز سؤال عايز يقترح شيء علينا تفضل مناصة لي دكتور نعم السلام عليكم عليكم السلام عليكم بحالة المصرف نعم بحالة المصرف ياخد سيارة يعني يمشي على أساس المرتبة نتاعي نمشي نختار سيارة من المعرض والسيارة تكون مستعملة والمصرف يشتريها من المعرض ويحسب هللي بالتقصيد هدي شن تسمى هل يجوز هذا ولا يجوز هي احنا قلنا دايما في الشريعة نفهم حاجة معينة السلعة سليمة مباحة شرعية دي دي حاجات أيا كانت يعني بس أنا بقولك غالبا بقى البنوك غالبا البنوك غالبا مش كلها ممكن تشتري تقولك لا ما دخلش أنا في سلعة في سيارة مستعملة ازاي ما دخلش في سيارة مستعملة ليه لأنه وأحيانا يطلب يقولك تعمل تأمين عليها خلال مدة التأصير وأحيانا يشترط عليك ما تنقلش ملكيتها لحد لغاية ما تدفع تمنها هدتبالك ازاي فهو يقصد ياخد الضمانات فإذا كان يقدر يعني أنا زي ما أعرف أن فيه بعض بنوك تعمل مربحة للسلعة المستعملة بس بتكون بمواصفات معينة تسهيلا للناس لا هو بضمانة مرتب أي دكتور ما هو بضمان مرتب أو بأي ضمان ما هو بيحسبه على أي أساس على أساس يقولك المرتب بتاعك ده نقدر نديك مثلا في حدود سنتين مرتب مش كده بالضبط من أربع خمس سنوات يعني على حسب ثقف المرتب بتاعك بتاعك بيقولك القص اللي تدفعه قد كده ولازم يعرفك القص ويقولك هناخد في حدود خمس سنين حسب النظام بتاع البنك وبعدين هو عنده السيارات ولا بيقولك روح اشتريها أو انت حدد السيارة لا يقولك أنت روح للمعرض واختار سيارة وانا نشتريها ونبيح لك بس أنا أنصح البنك أنه تجيب له زي تقرير من وكالة بتاعة صيانة أو اللي تابع السيارة بحالة السيارة ليه علشان يتأكد أن السيارة دي مش ما تكونش يعني خربانة خالص يعني بس يفضل تكون سيارة جديدة يفضل فضل دي ممكن مرابحة معادي مرابحة بيطلب منك مقدم لا لا بدون لا بدون مقدم أقصات وبيتلا بتلا العائد اللي بياخدوا منك طبعا بتوقع بتوقع عقد وعلى اساس أنك اقصات بتوقع على اساس أنك تغيير حساب من المصرف أن تستوفي لقصات ويحسب لك التمن عليه حسب الثقة في المرتبة متاعك بيحدد لك النسبة اللي ياخد ها منك منك ولا لا يحددها محددها مكتوبة 10% 5% مكتوبة أيوة يعني يقولك المبلغ الأساسي كذا وال وال نسبة لا مش الأقصات بس والنسبة اللي ياخدها الزيادة قد كده بانضبط بانضبط المهم يتكون العقد واضح في كل الحاجات واضح العقد ولكن ثمن السيارة بيكون أغلى من سعرها في السوق في وقت إنجاز العقد يعني باعتبارها مقابل لتقصيد على خمس سنوات آه طبعا ما هو بس التمن الأساسي أنا بكلم عن التمن الأساسي مش الإجمال أيوة يعني بدون بدون الفوائد اللي عليها بالضبط بالضبط الأساسي هذا بينك و بيننا لصاحب المعرض آه بس بينكتب في العقد بينكتب لا مكتوب أيوة مربحة بارك الله بارك الله فيك شكرا شكرا الله يشهد شكرا 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 سمحت معي دكتور أهلا بي فيما على حسب خبراتكم الطويلة في مجال المصارف الإسلامية في رأيكم ما هو التحدي الأساسي لدى المصارف الإسلامية في أقل شيء مثلا تنفيذ القرارات الشرعية السليمة للتصدر من الهيئات الشرعية لدى كل بنك هل هي مثلا عدم تأهيل الكوادر الوظيفية في تطبيقها أو أن البنك يخشى أن يطبق هذه القرارات فيفلس أو جزاك الله خير أنا شوف الموضوع ده طرحته حتى كانت الرسالة بتاعت الدكتوراه بتاعتي كانت في التحديات كلام ده من زمان التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية أو العمل المصارف الإسلامي أنا ما حدرتش بالبنك معين أنا أهم تلات تحديات عارف إيه أبو البراء واحد الموارد المالية بتاعت البنك البنك الإسلامية عندها تحدي في أن كيف تجيب موارد مالية علشان تستثمر وده واضح من قلة انتشارها وقلة الشوق الإعلامي بتاعها مش موجود زي البنك العادية دي واحدة الحاجة التانية البنك المركزي والقيود المفروضة على البنك الإسلامية من البنك المركزية بمعنى إيه أنه هو ما بيقدرش يعمل قوانين وقواعد مصرفية سواء في السياسة النقدية أو السياسة المالية بتاعته علشان يراعي البنك الإسلامية زي نسبة السيولة وطرى الموضوع ده أنا هتطرق له إن شاء الله بكرة بالتفصيل بس أنا عشان سؤالك فقلت أقول النقطة التالتة أبو البراء هي الموارد البشرية عندنا تحدي كبير في الموارد البشرية الموارد البشرية غير مؤهلة ما عنداش تدريب كافي إحنا مرة نفاكر وكت بشاري كان في تدريب موظفين البنك الأهلي بالتحديد وطبعا كان عن طريق مؤسسة النقد أيامها قبل ما تكون بنك مركزي كنا ندرب بنك البلاد وبنك الإنماء أيام المغفور له الملك عبد الله كان بنك البلاد ده طلع وفي الإنماء فكنا بندرب الموظفين كلهم على ياخدوا أساسيات العمل المصرف الإسلامي كل الموظفين لدرجة المدير العام بتاع البنك يحضر يعني من غفير لوزير زي ما بنقول حين في مصر فلابد من تأهيل جميع العاملين في البنك عشان يكون عندهم وعي بالعمل المصرفي الإسلامي أوكي طيب عندنا ثلاث تحديات الموارد المالية بتاعة البنك فيها تحدي والقوانين بتاعة البنك المركزي وأيضاً الموارد البشرية طيب في مسارات للموارد البشرية دكتور أنا يقام مثلاً في طريقة سهلة في ضبطها ذا يجعل لهم جدوى يعني أنا لا أشترط أن يكون الموظف يلم بالأمور الشرعية بس أجعل له خطوات خطوة الأولى نفذها بهذه الطريقة ثم أنتقل للخطوة الثانية أو يصير مثلاً بالتقنية بالتقنية خلاص ما أتخذ خطوة ووقع عقد إلا بعد ما أنتهي من هذا الإجراء فيلزمني التقنية بأن أتخذ خطوات أنا مجبر فيها أصلاً وهي موافقة للشريعة ما هو المفروض يا أبو البراء البنك بيكون عنده حاجة اسمها دليل عمل دليل إجراءات عمل ولكن الواقع يتركهم يتركهم على على غارم الموظف أهم شيء كيف يعمل العقد أكتروني ويبيع ويشتري فقط بس ما عنده خطوات يتخذها واحد إحنا كان عندنا في البنك الأهلي وإدارة مختصة مثلاً بالمربحات إدارة المربحات إدارة ليه؟ لأنه كانوا دايماً يشيكوا أو يراجعوا على كيف كتابة العقد بشكل صحيح وكنا نقول لهم أطلنا الموظفين بدون ما يعرفوا أسميم عشان ما يحركش ويحضروا دورة تدريبية كيف تابقة العقد وكان يقعد الموظف حتى لو دورة لمدة يوم ونديهم الإجراءات الصحيحة وبعدين يقعد يكتبها ونديهم حالات عملية يرجع الفرق لأن نسبة الخطأ أقل ما فيه حاجات لازم لازم المشكلة أن أنت بتحط الموظف يشتغل وبعدين تعلمه والمفروض الآية تنعكس أعلم الموظف الأول وبعدين أخليه يشتغل ولذلك أنا المقولة اللي بقولها إيه دايما كنت بقولها العلم إمام العمل ولذلك الحق تبارك وتعالى قال إيه والله أخرجكم من بتون أمهاتكم قال إيه لا تعلمون شيئا يبقى لا تعلمون ولا لا تعملون قالها سبحانه وتعالى لا تعلمون معناها كده بالعقل نفهم إن إحنا في الأول لازم نتعلم وجعل لكم السمع والأبصار الأدوات التعلم نعلكم تشكرون فالمهم دايما إحنا ننصح المسؤولين هداهم الله وهدانا وهدى الجميع إن العلم يكون إمام العمل لا يتم استلاءة موظف لكتابه أو وظيفته بدون حاجات معينة يعرف يحضر دورة تدريبية يعرف مهام وظيفته مسئولياته اللبس اللي يلبسه في العمل طريقة الحديث مع العمل إزاي أمور كتير بسيطة فلازم يتعلم على المواصل جزاكم الله خير إن شاء الله تفصلهم يا دكتور في المسألة الأولى التحدي الأول عادة إن شاء الله التحديات المالية الموارد المالية اللي ذكرت أنا ودي آخذ خلفية عن هذا الموضوع التحديات المالية حال أنا هقولك ببساطة كده وسهولة بس أنا هتكلم فيه بكرة بالتفصيل أوكي موافق فضل عشان وقتك الموارد المالية الموارد المالية أنا أقصد بها إيه أنت النهاردة عايز تجذب ودايع عندك أو أموال تدخل المصرف علشان أنت تقدر تاخد الأموال دي وتستثمرها صح أو لا فالبنك الإسلامي بيعاني من أوعية الدخارية يقدر يجذب بها العمل يعني النهاردة أنت تشوف نسبة الناس في البنوك مثلا المصرية على وجه التحديد أو في الأردن أو في هنا ولا هنا تلاقي معظمهم يميلوا للبنوك التقليدية ليه بيلاقي سهولة وبيلاقي يسر وبيلاقي الإجراءات واخد بالك إزاي فبيحط فلوسه في المكان اللي هو ارتاح له طب ليه مش مرتاح للبنك الإسلامي لأن البنك الإسلامي ما أوجدش طريقة إزاي يستثمر بها الأموال قد بالك لازم يكون عند استثمارات طاولة الأجل أعمل شركات وافتحها للاكتتاب ونزل أسهم وتعامل بها في البورصة ليش لأها ليش البنوك الإسلامية ما تخشش البورصة وتتعامل في الأسهم حاجات شرعية إيه رأيك هنا لده الكلام اللي إحنا بنتراحه وبكرة إن شاء الله أتكلم فيه بالتفصيل فلازم نوجد أوعية استثمارية عشان أنا أخد فلوس من الناس وشغلها ويكسبوا ما هو اللي بيأخذ على البنوك الإسلامية إيه يقولك بتدي عائد قليل مقارنة ببنوك التقليدية التانيين حجتهم يقولك لا بس إحنا شرعي يعني معلش يعني طب يعني هو دلوقت البنك التقليدي اللي بيعمل استثمارات بشكل معين ويعمل شركات ويمول عقارات تتبني ولا يمول مش عارف مشروعات صغيرة انت ايه مشكلتك فيها كبنك إسلامية ما انت ممكن تخش فيها بس انت ما عندكش جهاز إداري زي الحيط اللي كنت بتكلم فيها من شوية موارد بشرية متمكنة عندها فنيات عندها علم عندها وسائل عندها فضل والبراءة جميع الله يذكر وكتبت لك الله يخلي في سؤال تاني يا جماعة قبل ما اترك المكروفون للاستاذ عبد الباص فضل يا استاذ عبد الباص زي دالله فضلك دكتور شكرا لك على هذا التقديم والتوضيح بارك الله في جهودكم القيمة حياكم الله جميعا اخوة والاخوات المتابعين الكرام دمتم بخير وعافية من الله تلقاكم بإذن الله في الموعد الثالث والأخير غدا من دورة أساسيات المصرفية الإسلامية وعفوة يا استاذ عبد الباص لو بعض الإخوة اللي حضرين النهاردة أو غيره لو عندهم أي استفسارات هل متاح أنه يبعتوها على الواتس نعم نعم دكتور نعم يعني لو فيه حتى استفسارات ما فيش منع نستغل الوقت حتى أنا أخدها في الاعتبار بكرة وإحنا نحكي أو نتكلم في الموضوعات اللي بقية لنا إن شاء الله وشكرا دكتور دكتور جنابك موجود معنا في مجموعة الواتس موسع نعم جنابك موجود معنا في مجموعة الواتس الخاصة في المنصة آه آه تماما دكتور تماما بإذن الله من أي شخص يريد أن يستفسر عن أي موضوع لا مانع بإذن الله شكرا حياتي في سؤال شكرا لي في حد رفع إيدي ولا اللي رفع إيدي بتفضل طيب طيب شكرا لكم يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياك الله دكتور يا دكتور مرضا هل يمكن احنا بكروا ممكن نفلص المادة العلمية صح ولا لا أنا بعدتلك مادة واتنين ويمكن وصلتكم ونزلتها على الواتس أوكي بس أقصد هل إحنا ممكن يمكن يكون في معنا يوم رابع يكون شوف الأستاذ عبد الباصط لأنه عنده جدول هو أقصد أقصد هنا نستطيع القباصة بيش معناه ويأرضها على الإدارة ويش إن كان ولابد هناك بعض الاستفسارات أو لم يكن الانتهاء من ملف المادة العلمية لا مانع بإذن الله من التمديد ما فيش مشاكل أوكي تماما شكرا لك شكرا لكل الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياك الله دكتور